موسيقى نحن اليوم جينا عند الأستاذ عبدالطيف بنيئ الدر أنه هو الموديد لهذا المركز لن يجعب على هذه التساؤلات والأسئلة للناس والأمور التي كانت تتقال ماذا صحيحة؟ ماذا صحيحة؟ إذا كانت صحيحة ما هي الأسباب لها؟ بالنسبة لأمراض السرطان في المغرب حالياً فعلاً دبال المشكلة هو العدد المرضى في المغرب ستزايد كبير ستزايد كبير أولاً الحاملات التحسيسية التي يقوم بها المجتمع المدني على قبل العلاج وطرق العلاج وتشخيص المبكرة بما أننا في هذا الشهر الأكتوبر وشهر سرطان تادي تداروا بزاف الحاملات التحسيسية على سرطان تادي وتشخيص المبكرة والكشف المبكرة سرطان تادي هذا الشي كله دار أن المرضى المريض المغربي ولا دابا كيلتاج في العلاج ديالو ولا في التشخيص ديالو كيلتاج المستشفيات والطب باش يشخصه وباش يتعالج فالعدد ديال المرضى فعلا تطلع بزاف وباقي غادي في تزايد وهذا الشي بطبيعة الحال كيوقع واحد الاكتضاد في المستشفيات من العداد ديال المرضى ولكن جميع الاحتياطات اتخذت خاصة في هذه الجائحة ديال هاد ديال هاد الكوفيد 19 جميع الاحتياطات اتخذت باش خاصة بالنسبة للمرضى اللي عندهم السرطان باش ميتعطلوش بزاف في لا في التشخيص ولا في العلاج ديالهم دونك وخاصة بالنسبة للمرضى اللي بادي العلاج ديالهم باش مع مروم يحبسوا العلاج في وخاقين هاد الجائحة وفي المركز عدنا هنية مهما كانت هاد الجائحة وكان هاد المشاكيل ديال الكوفيد فالمركز معموره ما وقف معموره ما نقص هاد الكوفيد دياله العلاجات دياله المشكلة اللي لاحظناه هو انه كان بعض المرضى اللي مع هاد شي ديال الكون في نمو مقدروش ينتقلو خاصة المرضى اللي ما سكنيش في مدينة الضربدة ما قدروش ينتقلو من المدون باش يجيوا الضربدة للعلاج ديالهم كان المرضى اللي بقاوا سدين عليهم في الدار لأنه مشاكل ديال تنقل وكانت بعض المرضى اللي خافوا من هاد الكوفيد كيقولون لهم مشيط المستشفى غادي نقدر انتعادة بالكوفيد وما يجاوش وبقاوا معطلين هاد المرضى بعد المرضى بحاله ذو للأسف كنشوفوهم حاليا جوا في واحد المرحلة شوية متقدمة لأنه بقاوا معطلين في التشخيص ديالهم وفي العلاجات ديالهم أما في المركز فالجميع الاحتياطات تتخذت باش المرضى يتعاجوا مع العلم بهذاك التباعد الاجتماعي ما يكونوش مجموعين بزاف في نفس القاعة ما يكونوش متقاربين بعضياتهم وباش وبالنسبة للمرضى مثلا اللي عندهم هال كنترول درنا واحد اللي اسمينا ومحنا التالي كونسولتاتيون يعني سدي فحص عن بعد بلا ما يجي المريض كيقدر الطبيب يدخل معاه في بالتليفون وباللاسلكي باش ي يقدر يناقش معاه الحالة دياله ويشوف التحالي اللي داره والصواء أشعالي داره بلا ما يجي المريض حتى المستشفى هذي المسائل اللي اتخذنا في مركز محمد السادس لعلاج السرطان موسيقى 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 موسيقى